الشيخ عبد الفتاح الشعشعي أحد أبرز قراء القرآن الكريم في فترة الخمسينيات ولد في الحادي والعشرين من مارس عام 1890 بقرية شعشع بمحافظة المنفوية حفظ القرآن الكريم وعمره عشر سنوات في عام 1914 التحق بالأزهر الشريف كون فرقة خاصة للتواشيح الدينية وكان معه الشيخ زكريا أحمد ثم طرق التواشيح الدينية ليتفرغ لتلاوة القرآن الكريم في عام 1930 حقق شهرة واسعة بين عملقة التلاوة التحق بالإذاعة المصرية عند افتتاحها وكان يرفض التلاوة في الميكروفون اعتقادا منه أن تلاوة القرآن الكريم في الميكروفون حرام وبعدما صدرت فتوى توجيز تلاوة القرآن الكريم في الميكروفون سجل عددا كبيرا من التلاوات للإذاعة فكان ثاني قارئ التحق بالإذاعة بعد الشيخ محمد رفعت عين قارئا في مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة زينب رضي الله عنهما قرأ القرآن فيما آتم ساعد باشا زغلول وعدل باشا يكن وعدد من وزراء مصر في ذلك التوقيت وفي الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 رحل الشيخ الشعشعية عن عمر ناهز 72 عاما تاركا تسجيلاتا بصوته العذب ما زالت حتى الآن تشكل حيزا مميزا واسطع بقرات التلاوة